موسيقى ايزاي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تهية لكم ومرحبا بكم في القسم العربي بقناة توبا تيفي وإليكم نشرة أخبار الأسبوع لهذا اليوم ونستهلوها بأبراس الاناوين الطلاق المفاجأ بين النايب البرلماني ساخن محمد مصطفى سيسيلو والحزب APR القنصل العام لجمهوريات السنغال المعتمد لدى المملكة العربية السعودية بجد يشيدو بي المرحوم وزير محمد بمبانجاي أمدوا جونكو لبالي رئيس وزراء كودوار يتوفى أن أمر يذاحز واحد وستين عاما هذا وفي النشر جولة حول العالم تقودنا إلى كل من أمريكا وإيطاليا تفاصيل هذه الأمباء تعتكم مشاهدي الكرام بعض الفاصيل جمهوريات كودوار في هالة حداد بعد عودته من باريس يوم 2 يوليو الماضي لأغراض صحية توفى رئيس الوزراء الإيواري أمدوا جونكو لبالي يوم الأربعاء الماضي الموافق بـ 8 يوليو عام 2020 عن عمر يناهز واحد وستين عاما إسراء وعكا صحية خلال جلسة الوزرية عادية فنقل إلى المستشفى ثم فارق الهيا يذكر أن السيد أمدوا جونكو لبالي كان الرئيس ألسان درامان وطارا قد اختاره كمورشاهن لحزبه ردر لإررأسيات الشهر أكتوبر المقبل في جمهوريات كودوار ولمزيد من التفاصيل معكم زميل ما سنبا مبكي توفى رئيس الوزراء الإيواري أمدوا جونكو لبالي يوم الأربع عن سن يناهز واحد وستين عاما وأعلن رئيس الحسن درامان وطارا وفاة رئيس وزراء كودوار ومرشح الحزب الحاكم للانتخابة الرئاسية في أكتوبر وأضاف الحسن وطارا أن البلاد في حالته حداد وكان رئيس الدولة مكسل قدم تعزيه لنظيره الحسن وطارا في أعقاب وفاة رئيس الوزراء الإيواري أمدو جونكو لبالي وجاء في برقية التعزيه التي نشرها على حسابه في توتارا علمت بأسن بالغ نبأ وفاة رئيس وزراء كودوار أمدو جونكو لبالي وبالنيابة عن الأمة السنغالية أقدم تعزيه العميقة لرئيس الحسن وطارا ولأسرته وللشعب الإيواري الشقيق ووفقا لموقع روسيا اليوم قال وطارا إن جونكو لبالي صاحب الواحد وستين عاما توكعت صحته خلال اجتماع أسبوعي لمجلس الوزراء وتم نقله إلى مستشفى حيث توفي وتم انتقاء الوزير الظاحل كمرشح الحزب الحاكم في شهر مارس جدير بالذكر أن جونكو لبالي عاد إلى البلاد يوم الثاني من شهر يوليو بعد إقامة طويلة في فرنسا للخضوع لفحص القلب والراحة كما أجرى جراحة القلب في عام 2012 كانت هذه النهاية بين الحزب أبي إير والنائب البرلماني الساخن مستفى سيسيلو شبه متوقع إلا أن المفاجأ كانت في الطريقة فلم يكن كثير من المراقبين يتوقع الطلاق بين السيد مستفى سيسيلو والحزب الذي لطالما دافع عنه بهذه الطريقة نشاهد هذا التقرير وبعد انتشار بعض مراصلات صوتية بين النائب مستفى سيسيلو في فاربونغوم لقد اتمع عزل النائب مستفى سيسيلو من حزب أبي إير والحزب أبي إير ويأتي هذا التقرر بعد مناقشات بينه وبين السحفي ياخنبي وفاربونغوم جديرون بذكر أن قرار عزل مستفى سيسيلو من حزب أبي إير صادر عن المجلس التأديب لحزب أبي إير أكد سعادة القنصل العام للسنغال بجدة الدكتور أبو بكر سار بأن المرحوم معالي الوزير محمد بن بن جاي كان من احتماماته الأخيرة متابعة أحوال الطلبة السنغاليين المحجوزين في السعودية بفعل الكوفيد 19 نتابع هذا التقرير أكد سعادة القنصل العام لجمهورية السنغال في جدة الدكتور أبو بكر سار أن معالي الوزير السابق في عهد عبد الله ود المغفور له بإذن الله محمد بن بن جاي كان قبيل مرضه الأخير يطابع باهتمام موضوع عوضة الطلبة السنغاليين في الجامعات السعودية الذين حالوا باو كوفيد 19 بينهم وبين الرجوع إلى أراضي السنغال تم تأيين خبير مسرفي سنغاليين هو مبوبا جين نائبا لرئيس بانك بيدسي البانك الإفريقي للإستثمار والتنمية لدولي غرب إفريقيا ويعتبر السيد مبوبا جين من الخبراء الاقتصاديين الإفريقيين زوي خبرات عالية في العمل المصرفي الزميل مصنب معكم في هذا التقرير عينت إدارة بنك المجموعة الاقتصادية لدولي غرب إفريقيا للاستثمار والتنمية باي دي سي الخبيرة الاقتصادية السنغالية مبوبا جين نائبا لرئيس بانك باي دي سي ويتمتع الخبير الاقتصادي السنغالي جين بمهارات اقتصادية عديدة فقد وصلت خبراته المصرفية إلى عشرين عاما ويملك السيد جين مهارات عديدة منها إيجاد اللغة الفرنسية والإنجليزية والألمانية والإيطالية إلى جانب تخصصه في الضياغيات التطبيقية وعلوم الكمبيوتر وقد واصل دراساته العليا في إيطاليا بعد أن حصل على منحة من الأمم المتحدة وفي عام ثمانية وتسعين بعد حصوله على ديبلوم الدراسات العليا حصل على منحة من الحكومة الفدرالية الألمانية الأمر الذي مكنه من الحصول على ماجستير ودكتوراه في الضياغيات المالية في جامعة كيزا سراطن الألمانية مع التخصص في إدارة المخاطر المالية باستخدام الذكاء الاصطناعي والشبكات العصبية وفي نفس السياق تم تعيين سيد نجامي جوب خبير سنغالي المصرفي آخر مديرا جديدا لعمليات البنك الدولي في سلطنة بروناي وماليزيا والفليبين وتيلندا وقد تولى الخبير السنغالي هذا المنصب يوم 1 يوليو الماضي نتابع هذا تولى سيد نجامي جوب ابتداء من الواحد من شهر يوليو 2020 منصب المدير الجديد لعمليات البنك الدولي في بروناي وماليزيا والفليبين وتيلندا وسيشرف الخبير الاقتصادي نجامي جوب خريج جامعة الشيخانتجو في دكارة على عملية البنك الدولي في البلدان الأربعة حيث سيقود الحوار السياسي للمؤسسة الدولية مع الحكومات والمجتمع المدني والجامعات والخطاع الخاص وغيرهم يجمع برنامج مجموعة البنك الدولي دوبول بي بي جي في ماليزيا والفليبين وتيلندا بين التحليل والخدمات الاستشارية وعمليات الإقراض لدعم برامج التنمية القطرية وقال جوب في تصريح له إنني متحمس للغاية لتولي منصب مدير عمليات البنك الدولي لبروناي وماليزيا والفليبين وتيلندا تعد هذه البلدان من بين الاقتصادات الأكثر ديناميكية في شرق آسيا مع سجل قوي من حيث الإصلاحات والإنجازات الاقتصادية ومع ذلك فإن الأمن الاقتصادية للطبقة المتوسطة والتقدم المحرز في الحد من الفقر مهددان بشكل خطير بوباء كوفيد 19 وتطلع للقاء شركائنا في الحكومة والمجتمع المدني في هذه البلدان هكذا حال البلدان الحرة المعاملة بالمثلة هذه هي القائدة المتعمل بها في الألاقات الدبلوماسية العالمية بين دول العالم فبعد أن أعلن الاتحاد الأوروبي قرار منع مواطن السنغال مع مواطن دول أخرى عن دخول أراضيه أصدرت وزارة النقل الجوي السنغالية قرارا مفاده أن السنغال هي الأخرى تمنع مواطن الدول الأوروبية الدخول إلى السنغال كتطبيق لقانون المعاملة بالمثلة نتابع هذا التقرير بعد أن أعلن الاتحاد الأوروبي قرار منع بعض الدول دخول أراضيها حيث كانت السنغال ضمن القائمة قامت وزارة النقل الجوي السنغالي بإصدار بيان مفاده التعامل بالمثل وذلك بعد إعلان بلاية النقل الجوي في منتصف الشهر الجاري الموافق الخامسة عشر من شهر يوليو نظم الثلاثة الهيكل الديبلوماسي التابع للاتحاد الأوروبي في السنغال اجتماعا للتباحث حول القرار إلى أن الجانبين لم يصل إلى أي نتيجة ملموسة هذا ما أدى إلى عقد اجتماع يوم الجمعة القادم يذكر أن اللقاء كان برئاسة الوزير الخارجية السنغالي السيد أمدوبا ومدير النقل الجوي السنغالي ومدراء عام من الخطوط الجوية السنغالية والمطار الدولي ومهندسين آخرين إلى جانب ذلك حضرت صفيرة الاتحاد الأوروبي في السنغال الاجتماع برفقة عدد من صفراء دول الاتحاد الأوروبي ويأتي الاجتماع بعد حظر السنغال من الدخول إلى دول شنغان حيث ردت السنغال بالمثل مما أدى إلى توتر العلاقات بين الجانبين بعد استئداف الدراسة في صفوف الامتهانات الابتدائية والإعدادية والثانوية منذ يوم 25 يونيو الماضي حان دور التعليم العالي فقد أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي السيد الشيخ أمر أن أن استعداد الجامعات والمعاهد للعودة إلى الصفوف من أجل تفادي عام جامعي أبيض جاء ذلك في لقاء له مع إذاءة سيد أف أم نطابع الوزير تحدث وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار السيد الشيخ أمر أن مطولا في تصيحة له مع إذاعة سيد أف أم عن الإجراءات التي أخذتها الحكومة السنغالية لتفادي سنة الجامعية البيضة وأوضح أن الجامعات والمعاهد السنغالية ستفتح أبوابها في الواحد من شهر سبتمبر القادم بعد أن تم إغلاقها كإجراء احترازي للحد من تفشي الفيروس كورونا في البلاد وأكد الوزير أن في السياق نفسه أن وزارة التعليم العالي تناسق مع وزارة الصحة والعمل الاجتماعية السنغالية لتوفير جميع الوسائل الوقائية اللازمة في جميع الجامعات والمعاهد وكانت وزارة التربية الوطنية السنغالية قررت فتح المدارس لفصول الامتحانة في الخامسة والعشرين من شهر يونيو المنصرمة بعد أن تم تأجيله في الثاني من شهر يونيو بسبب إصابات بعض المعلمين بالفيروس خلال نقلهم إلى المدارس من ضمن الإجراءات الأمنية في المغرب وفيما يسمى بالحرب ضد الإرهاب أعلنت السلطات المغربية هذا الأسبوع أن تفكيك ما وصفته بخلية إرهابية تابعة لتنظيم داعش في شمال البلاد لمزيد من التفاصيل زميل آدم جون معكم في هذا التقرير لا يزال الإرهاب ينتشر في المغرب لقد أعلنت السلطات المغربية اليوم عن تفكيك خلية إرهابية على صلة بتنظيم داعش بمدينة الناظر في شمال البلاد وقد أفاد المخابرات المغربية في بيان وزعته بأنه بناء على معلومات استخبارية دقيقة جرى تفكيك خلية إرهابية بالناظر وضواحها وستقوم السلطات المغربية بنزام استراتيجي جديدة لحل نهائي لهذه المشكلة ما زالت دولة بوركينفاسو تعاني من هاجمات مسلحين كل حين وآخر ففي هذا الأسبوع لقي حوالي ثمانين أشخاص مسرعهم في كمين نصب من قبل مسلحين مجهولين وكان من بين الضهاية عمدة بلدية التقرير من الزميل آدم جون معكم قي ثمانية أشخاص على الأقل مسرعهم في كمين شمال بوركينفاسو بينهم عمدة البلدية وخمسة عشكريين وذلك بمنطقة ينتنغا حيث كان الموكوب في طريقه إلى برسلاغو قادم من بنسيا وأوضح المسؤول المحلي أن قوة عسكرية حضرت إلى عين المكان لتمشيط منطقة الهجوم فتعرضت لإطلاق النار أصفر عن مقتل خمسة عسكريين وإثنين من المتصدعين هذه من النوادر في أفريقيا أن يستدعى رئيس سابق لاستجوابه كشاهد في أحداث وقعت أيام إشغاله لمنصب رئيس الجمهورية هذا ما حصل في موريتانيا الأسبوع الماضي حيث استدعت لجنة التحقيق الرئيس السابق محمد ولد أبد العزيز للمثول أمامها كشاهد استدعت لجنة التحقيق في البرلم من الموريتاني رئيس السابق محمد ولد عبد العزيز للمثول أمامها صباح الخمس للإضلاء بإفادته بشأن وقائع وأفعال يحتمل أن شكل مصاصا خطيرا بدستور القوانيين خصل قلال فترة حكومه بين العام 2008 و2019 بحسب وثيقة رسمية مشاهدي الكرام الآن ننتقل بكم إلى جولتنا العالمية والتي تقودنا إلى كل من إيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية في نيوف في 91 عاما كما أفادت وسائل الإعلام الإيطالية ولقد اكتسب المايستر الإيطالي الشهرة العالمية بفضل الموسيقى التي لحنها لأفلام سينمائية بارزة إذا ألف أكثر من خمسمائة لحن لأفلام سينمائية منها أفلام ويسر سبغاتي للمخرج سيرجيو ليوني في الستينيات القرن الماضي كما ألف موسيقى فيلم معركة الجزائر في عام 1866 للمخرج الإيطالي جيليو بونتوكوفي ونقلت وصائل الإعلام عن بيانة للمحام العائلة وصديقها جورجيو قوله إن مولكنيو أسلم الروح فجر الصادسة من يوليو ووزير صحة الإيطالية روبرتو سيبرانزا غرض عبر تويتر وضاع أيها المايستر وشكرا لكل المشارع التي حركتها فينا أصدر رئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليمات بإنشاء حديقة وطنية لأفضل الأمة للدفاع عما سماه روايتنا الوطنية العظيمة في مواجهة من يخربون التماثيل وطلب ترامب في أمر تنفيذي تقديم خطط خلال ستين يوما تتضمن موقع الحديقة المقترحة وأصار على أن تكون التماثيل واقعية لا تجردية ولا تنتمي إلى مدرسة الفن الحديث يذكر أن عددا من التماثيل الأمريكية قد أزيل منذ مقتل جورج فرايد على يد شرطي في شهر مايو آيار المنصر وقد استهدفت بشكل خاص التماثيل التي ترتبط برموز الكونفدرالية الذين تملكوا العبيدة خلال الحرب الأهلية في أمريكا مشاهدي توبا تيفي هنا تنتهي هذه النشرة فشكرا لهسن متابعتكم وإلى أن نلتقي بكم في نشرة قادمة نستوضعكم في أمان الله ورعايته والسلام عليكم وإلى اللقاء اشتركوا في القناة